اصدقاء الأعزاء سلام اسمي الأخت إشك وأنا من خلفية مسلمة وبلمسة واحدة من يسوع المسيح تغيرت وبشكل تام حياتي وقلبي وحتى قدري قال الله في يحنى 14-6 أنا الطريق والحق والحياة لا يمدي أحد إلى الآب إلا بي أنا آمنت بتلك الكلمة وقررت أن أتبع يسوع الذي لمسني وغير حياتي اليوم أريد أن أشارك معكم أن الإيمان يأتي من خلال السمع سماع كلمة الله ولكن اليوم أقول لكم أن الإيمان يأتي من خلال السمع فقط احذر مما تسمع ربما أنت سمعت لعديد من الأمور عندما كنت فتاة صغيرة كنت أسمع الكثير من الأمور السلبية والقبيحة من والدي وعائلتي وتلك الأمور أصبحت مغروسة فيها بدأت أؤمن بتلك الكلمات للكلمات سلطة وإيمان يأتي بالسمع سماع كلمة الله ولكن اليوم أقول لكم الإيمان يأتي من خلال السمع فقط أتذكر عندما كان والدي يقولان لي أنت قبيحة أنت حمقاء لا تصلحين لشيء وأنا آمنت بتلك الكلمات لأن تلك الكلمات انغرست فيي وفي قلبي وأصبحوا قدري لربما اليوم أنت تشاهد هذا البرنامج وتسمع ما أقول وهناك كلمات قد انغرست في قلبك من زمن أحد ما غرس بذرة عندما كنت فتاة صغيرة أو كفتاة شابة أو كشاب أحد ما قال لك شيئا علق في ذهنك والآن لا تستطيع أن تنساه أبدا أنت اليوم تصدق هذه الكلمات الكاذبة الروح القدس يدعى روح الحقيقة أصلي أن روح الحقيقة تمطر عليك اليوم تمطر على قلبك وتطهرك وتغسل عنك كل هذه الأكاذيب لأن كلمة الله تقول أنك قيم وقد امتزت عجبا لقد استغرق مني العديد من الوقت لأصدق هذا نحن ذو قيمة ليس بمعنى أننا نرى أنفسنا بطريقة مثالية ونصبح أشخاص مغرورين الله يريدنا أن نشعر بمحبته بمحبته الغير مشروطة ونبتهج لأنه يحبنا بهذا القدر أريد أن أقرأ لكم اليوم من إنجيل مرقص جزء مميز جدا جدا من الإنجيل مميز بالنسبة لي مرقص 25 خمسة بدءا بالإصحاح 25 يقول وامرأ بنزف دم منذ إثنتين عشرة سنة وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا بل صارت إلى حال أردأ لما سمعت بيسوع جاءت في الجامع من وراء ومست ثوبه لأنها قالت إن مسسته ولو ثيابه شفيت فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها أنها قد برأت من الداء فللوقت التفت يسوع بين الجامع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه وقال من لمس ثيابي؟ فقال لها يا ابنة إيمانك قد شفاكي اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك ربما اليوم أنت بحاجة لتلك اللمسة في حياتك أنت بحاجة إلى لمسة تغيرك وتشفي قلبك أو تشفي جسدك وتحررك من ألمك ولكن دعوني أقول لكم في كلام يسوع مع هذه المرأة هذه المرأة القيمة قال لها يا ابنة إيمانك قد شفاكي اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك من أين لهذه الإمرأة هذا الإيمان؟ كانت تجرب لمدة 12 عاماً عاماً وراء عام جربت ولكن لم تكن تتحسن بل على العكس كانت حالتها تسوء هل مررت بذلك؟ أنا مررت هل تصلي لشخص تعرفه وتصلي من كل قلبك أن يتغير هذا الشخص؟ تريدين مثلاً أن يقلع زوجك عن تناول الكحول أن يتوقف عن الذهاب إلى الحانات كل ليلة ويصرف الأموال وقل وقته ويطلف حياته ربما أنت تكون هذا الشخص لديك إدمان مدمن على المخدرات مدمن على شرب الكحول مدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية أشياء مسيطرة على حياتك بشكل سلبي وتعتقد أنه ليس بمقدور أحد أن يغيرك أو حتى يساعدك وأنت بحاجة لذلك الشيء لكي تشعر أنك جيد ولكن لكم من الوقت؟ ربما لدقيقة أو لساعة أو لأيام لكن في النهاية أنت مجبور على أن تواجه الحقيقة ويكون كل شيء مؤقت العدو يجعلنا نتعلق بهذه الأمور فقط لكي يقدم لنا بديل يعطينا أي شيء لكي يضدلنا حتى في إيماننا لماذا تعتقد أنه هناك العديد من الديانات؟ لماذا؟ عندما يسوع يقول أنا هو الطريق والحق والحياة عندما يقول أنه الله لماذا هناك العديد من الديانات الأخرى؟ لأن العدو يحب أن يخدعنا وأنا دائما أقول في عهد يسوع المسيح كان الناس يستعمل الأشباك لكي يصطادوا السمك لم يستعملوا الطعم ربما استعملوا الطعم لكنني أؤمن أنه سعملوا الشبك لأنه وحده العدو من يستعمل الطعم لكي يخدع أحدا لكن مع يسوع الله الله لا يحتاج إلى طعم لا يحتاج أن يخدعنا كي يجذبنا إلى مملكته هذه المرأة التي لمسها يسوع كانت تنزف لمدة 12 عاما أريدك أن تتوقف للحظة وتتخيل حياة تلك المرأة أولا في المجتمع الذي تعيش فيه الكل يعرف أنها إمرأة غير طاهرة منبوذة لا أحد يسلم عليها وهي تعرف كل هذا ربما بعض الأشخاص يتسألون عن الذنب الذي اقترفته لكي تعاقب بهذه الطريقة لماذا تعاني من كل هذا؟ هل تقيت بأحد وتسألت ماذا فعل ذلك الشخص لكي يستحق الحال الذي هو فيه؟ أو ربما أحدا يقول عنك أنت عندما كنت مر بحالة ما وكانوا ينتقدوك أنا أقول لك هذه المرأة كانت مذلولة لم يكن لديها ثقة بالنفس أو ذكاء عارم أو طمأنينة لكي تقف بمحضر شخص خاصة رجل وتطلب المساعدة ولكن ماذا يحدث؟ عندما أصبحت في حالة يأس كاملة وأحست بالذل لم يعد لديها أي أمل وبعد أن صرفت كل أموالها المتأملة بأن تبرأ ماذا حصل؟ ساءت حالها أكثر وأكثر وأكثر لكن الشيء الجميل في الإنجيل الشيء الذي أحبه جدا الله لا يترك أي قصة غير كاملة لا تسمع أنه كان أمرأة مريضة تنزف لإثنتين عشر عاما ولكن كلمة الله تأخذك إلى مكان آخر هناك دائما هدف هناك دائما جزاء في الإنجيل هناك دائما ما يحرك شيء فينا وخلال رحلة مع المسيحية كل مرة أقرأ بها الإنجيل الله يعطيني درسا مميزا هذه المرأة ربما لا تعني شيئا لأحد ربما كل من يراها يحقرها ويذلها ولكنها شخص مميز في أعين يسوع المسيح هي كانت قد سمعت العديد من الأشياء عن هذا الرجل سمعت عنه يمكنه أن يكون الله أو ربما نبي أو شافن ابن الله مخلص المسيح سمعت كل هذه الأشياء ولكن الإيمان يأتي بالسمع سمع كلمة الله وهذه الكلمة التي سمعتها هذا هو الرجل الذي يفتح عيون العمي ويحيي الموتى ويشفي البرس سمعت وسمعت عن هذا الرجل وبدأت تشعر بنبذة صغيرة من الإيمان تنمو في داخلها ليس إيمان قوي ولا هو إيمان عميق لم يكن حتى بحجم حبة الخردل لأنه لو كان لديها ذلك النوع من الإيمان لكانت حركة الجبال كما تقول كلمة الله كان لديها القليل من الإيمان وقالت بعد أن سمعت إن مسست ولو ثيابه شفيت لو وهذه اللو تحولت إلى إيمان في قلبها وقالت ربما أستطيع أن أقوم بهذا ربما أستطيع أن ألمس ثيابه وأشفى ربما اليوم أنت تشاهد هذا البرنامج وتسمع كلماتي وتقول ماذا لو زورت الأطباء وبدل أن تتحسن حالتي سات ذهبت إلى سحرة كان لدي أصدقاء مسلمون كانوا يزورون الوسطاء والأمم في الجوامع الذين كانوا يخدعونهم بالسحر ولكن من غير نتيجة وهذه المرأة هذه المرأة القيمة لأنها كانت مهمة جدا بأعين الرب كما هو حال كل واحد فينا ربما اليوم أنت تقول العديد منكم يكتب لي ويقول هل يهتم الله لنا؟ هل فعلا يهتم؟ هل يسمع صلاتي؟ نعم الله يهتم ويسمع صلاتك وهذه المرأة تمتلئ بالإيمان ليس إيمان كامل وليس إيمان يمكنه أن يحرك جبالا ولكنه إيمان قادر على أن يحركها نحو يسوع المسيح فتذهب وتلمس ثيابة وفي اللحظة التي تلمس بها ثيابة تشفى وليس هذا فقط يسوع أيضا يلاحظ هذا الإنجيل يقول في جزء آخر أن يسوع شعر بقوة خرجت منه هو يعرف هو يعرفك يعرف من يشفى ويعرفك ويعرف اسمك أنت ذو قيمة بالنسبة له وعندما نسأل نعطى المزمور 103 يقول يشفي ويغفر كل خطيانا ويشفي كل أمراضنا أتذكر منذ مدة زرت بلغاريا الشعب فيها طيب جدا وكان سكان أحد المدن يتكلمون التركية فقط وكان هناك مجموعة كبيرة من المسيحيين الأطراق وذهبت إلى أحد المدن الفقيرة كانوا فقراء جدا رأيت أولاد يتسولون على الطريق كنت لا أصدق في تلك اللحظة أنني في بلد أوروبي وفي تلك المدينة لحظ كم أن الناس عطشة لمعرفة الرب عطشة لسمع كلمة الرب كانوا يريدون أن يجدوا الحقيقة يريدون ذلك الشيء الذي يغير حياتهم كانوا أشخاص طيبين فقراء يحاولون أن يكون سعداء ويحاولون أن يجدوا أملا في شيء ما كنت قد وعظت في كنيستهم وقال لي قسيس تلك الكنيسة بعدها أن العديد من الناس شفيوا في ذلك اليوم لذلك العديد منهم سيأتون مع أقربائهم ونحن ليس لدينا مكان يساعهم في هذه الكنيسة عندها سألني يا أخت إشك هل أنت مستعدة أن تقفي وتقدمي وعظتك وتشاركي اختبارك على الطريق؟ كنت من قبل أخاف أن أقوم بذلك لكن أنا وزوجي كنا نبشر بالإنجيل في شوارع فلوريدا لذا أصبحت معتادة على ذلك الرب دائما يهيئنا لنقوم بأمور معينة في العديد من الأحيان نعتقد أن الأمور لها مراد معين لكنك تكتشف أنها مجرد أساس لمرحلة جديدة كل ما عليك أن تفعله هو أن تثق بالله وتكون على استعداد أن تخدم الرب لأنه لا يوجد شيء أهم من أن تقوم من خدمة الرب في كل ما تقول به فقلت نعم نعم أنا أؤمن أنه بمعونة الله أقدر أن أقوم بذلك فذهبنا إلى السوق وقاموا بوضع مكبر صوت كبير وعطوني ميكريفون وكان يقف أمامي ثلاث أشخاص امرأة معها طفل في يدها وولدان بعدها واحد تلو الآخر بدأ الحشد يتكاثر فصليت وصليت وصليت عندها ابتدأت أحد الفتيات بالترنيم وأنا باشرت بالتبشير وإزداد عدد الحشود القادمة لم نقدم الطعام لم نقرأ بيوت الناس ولم نبعث بأي نشرة لنعلم الناس عن الاجتماع الناس كانوا جياع لسماع كلمة الآب كانوا جياع وأرادوا أن يشبعوا ويشبعوا أنفسهم فبدأت أتكلم وعندها رأيت أكثر من ألف شخص محيط به وقال قد قال لي القسيس بعدها أن كان عددهم 1500 شخص بعضهم كان جائع البعض الآخر عار الأقدام وكان الجو حارا جدا في ذلك النهار ولم يكن هناك حتى ماء وابتدأت بالتكلم عن الإنجيل كان هناك ثلاث شبان يقفون عن بعض متكاتفي الأيدي وقد بدوا كأفراد عسابة كانوا يدحكون علي ويستهزئون بي وفي تلك اللحظة كنت أتكلم عن المرأة النازفة لكن هؤلاء الشبان بدوا شريسين ومتعجرفين ولم يتوقفوا عن الاستهزاء بي الحشد من جهة أخرى لم يبدو عليه أي تجاوب لم أسمع كلمات هللوية أو آمين فلم أكن متأكدة من ردة فعلهم لكن عندما أنهيت رسالتي دعوتهم لم أكن أقف على منصة كنت في وسط شارع وقلت لهم إن تؤمنون بما أخبرتكم به اليوم تقدموا خطوة واحدة لكي تقبلوا يسوع المسيح كمخلص وفي تلك اللحظة يا إلهي لم يتقدموا خطوة واحدة فقط بل كانوا يحيطون بي من كل جنب وكان من بينهم العديد من النساء المسلمات التي نأتوا لسماع رسالتي وقلت لهم إن كنتم على استعداد أن تقبلوا يسوع المسيح صلوا معي وصلوا معي دعوني أقول لكم كان بهم إيمان قوي لدرجة إنه لو قلت لهم سنذهب الآن إلى الشاطئ وسوف نمشي على الماء لكانوا قاموا بذلك كانوا إيمانهم قوي جدا آمنوا بكل كلمة قلتها لهم كما يفعل الأطفال أليس هذا الإيمان وهذا السلوك ما يسعى له يسوع المسيح إيمان كإيمان الأطفال مؤمنين واثقين به ومسلمين كل حياتنا له في بعض الأحيان في حياتنا مع المسيح يكبر إيماننا لكن قصص الإنجيل تصبح عادية بالنسبة لنا كأي قصص من كتب عادية وننسى أن الإله نفسه الذي شق البحر الأحمر أقام الموت وشف المرضى هو الإله نفسه اليوم ولن يتغير غدا هو المصدر الأول والأخير لحياتنا في بعض الأحيان ننسى من نخدم ومن هو الإله الذي نؤمن به في ذلك النهار جاء العديد من أقربائهم كما في وقت يسوع المسيح كان كلمحة مما اختبره يسوع في ذلك الوقت في خدمته على الأرض تقدم نحو أشخاص أصيبوا بالشلل محمولين وطفل أصيب بسرطان في الدماغ فسليت لذلك الطفل وشفي إن كان لديك مشكلة في تصديق ذلك عندها هذا هو إيمانك كم هو حجم إيمانك لا تستطيع أن تضع حد لله يا أصدقائي تلك المرأة وإيمانها الصغير ومن خلال سماع كلمة الله الكلمة صار جسدا وحلى بينهم وهي واثقت بتلك الكلمة وهي خطت تلك الخطوة وتقدمت وقابلت يسوع المسيح بعدها صليت لماءات الأشخاص فردا فردا ناديت وقلت إن كان أحد منكم مريض بالسكر إن كان أحد مريض بالقلب إن كان أحد لديه مرض خبيث أو سرطان أو أي شيء آخر وابتدأ الناس بالتقدم بأعداد هائلة ثم أتى غيرهم حتى من العمارات المجاورة عندها نظرت إلى الشبان الذين يبدونك عصابة كانوا في العشرين من عمرهم حديثي السن ونظرت إلى واحد منهم ونديت لكل من أراد أن يقبل يسوع كمسخلص فرفع يده هكذا كأنه كان خائفا من أصدقائه فنظرت نحوه وقلت أيها الشاب لا تخف منهم لأنهم يستهزئون بك لأنه يوما ما ستقف أمام الله وحدك أصدقائك لن يكون معك لمساعدتك أتمنى لو كل مننا يفكر بهذا لأنه يوما ما سيأتي يوم الحساب كلنا سنقف أمام الله ولكن هناك خبر صار إن كنت تؤمن بيسوع المسيح إن كنت تتبعه سيقول يسوع هي لي هو لي وبعدما قلت هذا ركد الشاب وتقدم نحوي وخرى على ركبتيه وبكى 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 بقي في تلك الحالة حتى بعد ذهاب الحشود وبكى لمدة طويلة جدا لأن الله كان يتعامل معه لأن الله لمسه في تلك اللحظة عندما توقف نظرت إلى وجهه وعرفت إنه ولد من جديد كان أصدقائه ما زالوا يراقبونه من البعيد ولكنهم آتوا أيضا وسلموا حياتهم للرب يسوع المسيح في نفس النهار كما فعل هو بعد كل هذا كان القسيس وزوجته قلقين جدا عليه وقالوا أنت مرهقة مرهقة يجب أن نأخذك إلى البيت فركبنا السيارة وذهبنا إلى البيت وبعد فترة سمعنا طرق على الباب أتت سيدتان كانتا في الاجتماع وأنا تذكرت أنني كنت قد سليت لهما لكنهما قالتا الله قال لنا أن نأتي إلى هنا لأن علينا أن نلمس ثوبة ونثق أننا سنشفى بالكامل هنا اليوم إن صليتي معنا الآن كنت متعبة مرهقة لكن الله قال لي صلي وأعطاني في تلك اللحظة كلمات صليت وصليت لواحدة منهم وفي لحظة طلبت من زوجة القسيس أن تجلب وعاء ماء لكي أخصل رجليها وبينما كنت أخصل رجليها وأصلي لها كان لديها ورم بهذا الحجم في رجليها ولكن الورم ابتدأ بالاختفاء كلما صليت كان لديها مرض يؤدي إلى سمنة وورم وكلما صليت اختفى الورم والله استمر في إعطاء الكلمات أنت ذو قيمة أنت ثمينة وفكرت في نفسي هذه الكلمات ليست قوية كلنا ذو قيمة عالية في أعين الرب ولكن الله قال لي أن أقول لها دون انقطاع وهذه السيدة بكت كلما قلت تلك الكلمة لم أعرف قيمة هذه الكلمة بالنسبة لها في ذلك الوقت ثم قالت لي هل تعرفين ما اسمي؟ قالت في التركية اسمي براشيس معناها غالي وكل حياتي سمعت والدي يقول أنت غالية أنت لا شيء أنت قذرة أنت حثالة لكن اليوم لم يشفى جسدي فقط ولكن يسوع شفى قلبي أيضا ربما اليوم جسدك بحاجة إلى لمسة شافية من الله تريد أن تشفى من مرض السرطان أريد أن أسألك أن تبدأ بالصلاة معي وتلمس ثوب يسوع المستوبة وإن كان لديك إيمان صغير في قلبك الآن كإيمان تلك السيدة التي قالت إن لمسته بيسوع المسيح مجرد لمسة ربما اليوم قلبك بحاجة للشفاء أنت متروك منسي من قبل أهلك أو زوجك قلبك محطم ربما أنت تضربين وتعاملين بإساءة أو حتى تغتصبين ويعتدى عليك أنا عانيت من هذا والله يقول لك اليوم أنا قادر أن أشفي قلبك أنا قادر أن ألمس قلبك وأشفي ذلك القلب المكسور أنا قادر أن أحييك من جديد أنا قادر أن أتصالح معك وأخلصك اليوم إن أتيت إلي وقلت يا يسوع يا يسوع أنا بحاجة إليك أريدك أن تلمسني أريدك أن تغيرني أريدك أن تغير عائلتي يا يسوع هناك اسم واحد يحبك وهو اسم يسوع المسيح لا يهم كم من الوقت أنت حملت ذلك المرض الخبيث كم من التقارير الطبية السيئة كنت قد تلقيت من الأطباء عندما يلمسك الله يزول كل هذا كل ما عليك أن تقوله يا يسوع يا يسوع ها أنا ألمس ثوبك ولكن المعجزة الأكبر تحدث عندما تقبل يسوع المسيح كمخلص يا يسوع من فضلك تعال واسكن فيي واجعل قلبي مسكنك إلى أن نلتقي مجددا الرب يبارككم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة